اشتركوا في القناة ان يتعلم العلم العيني الذي يجب عليه ان يقوم في ذاته والعلم العيني في ذلك كما يصل الانسان عنه دون القيام من توحيد الله سبحانه وتعالى هو اول من سؤاله والعبد والبراءة من الشرك بانواعه ويدرس من انواع الشرك ما يتلبس به الانسان وقد يكون في بلد مثلا لديك نوع من الشرك تحتاج إلى التفقه فيه قد تكون في بلد مثلا لا تعبد فيه الأصنام والأوتان والعبادة الكوائك ولكن لديك عبادة من نوع آخر فعليك ان تدرك مثل هذا الامر وباعتبار ان التوحيد لا يتحقق لبا التجرب منه فيفهم توحيد الله عز وجل ما يقيم الانسان في ذاته من الصلاة الخمس وكذلك ايضا ما يتعلق بيتيان الزكاة إذا كان مثلا بيتيان الزكاة إذا كان الانسان تاجرا ومن أهل الغناء وليسار بلغ نصاما كذلك ايضا ما يجب عليه عينا من الصيام وكذلك ايضا بر الولدين وغير ذلك من تفقه تلك الاحكام التفقه فيها باعتبار انها واجب عين انتم يتوسع الانسان بما اختص به فاذا تلبس الانسان بشيء واجب عليه ان يتفقه فيه قد جاء عند التلميذي وغيرها ان عمر الخطاب عليه الغنان الله قال لا يبع في سوقنا الا منفقها في ديننا فاذا كان الانسان يتلبس بالتجارة فعليه ان يتفقه بحكم البيع والشراء واذا لم يكن متاجرا فإنه لا يتفقه فيه هذا فليهذا نقول ينظر الانسان لحالي فسعة العلم الواجب العيني يختلف من شخص إلى شخص وثمت شيء ملازم لجميع الخاص وهي الواجبات العينية وهي ما يتعلق بالتوحيد واركان الاسلام على ما تقدم الكلام عليه بالنسبة لفروض الكفاية والاستزادة في مثل هذا نقول يجب على طالب العلم ان يتبصر بمسائل العقيدة ولو بفروعها في مثل هذا الامر هي من المسائل المهمة في هذا الزمن خاصة كذلك ايضا يتبقى بمسائل الاحكام وهي من الامور المهمة ويتبقى خاصة في بلدهم باحكام التعامل مع الكفار من جهة الأطعمة والألبسة والأنكحة وكذلك الهدايا والصلاة والدعوة إلى الله عز وجل وكيفما يدعون إليه في بداية الدعوة وتأليفهم وحدود التعامل في مثل هذا الامر وكذلك أيضا يعرف قيمة المحبة في الله والبغض في الله حتى يوري أهل الإيمان ويعادي غيرهم فمثل هذه الأمور هي التي تتأير خاصة على أهل تلك البلدان البعيدة